ححرة غادة الخليل باسم سلوم مساحة حرة اليوم ضيفتنا في الاستوديو الممثلة المخرجة والمدربة زينة الحلاق التي كما نعرف خرجت المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق وشاركت بأعمال كثيرة تلفزيونية سينمائية ومسرحية وخرجت من سوريا إلى تونس حيث درست أيضا المسرح وقامت بإخراج أعمال مسرحية منذ 2017 تعيش زينة في باريس ولكن نشاطها كمان مرحلة بمسارتها مختلفة وهي شاركت هلأ حنحكي عنه بورشات تدريبية للمسرح باللغة العربية واليوم استضافتنا لزينة الحلاق بمناسبة مشاركتها بمي بلانش 2024 أو الليلة البيضاء وهذه الليلة ستكون بالنسبة لإلون يوم واحد الشهر أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك زينة حلاق شكرا أهلا وسهلا بكم ومارسي على الإضافة شكرا كثير والعمل المسرحي الموسيقي الذي سيعرض في الأول من هذا الشهر في العاصمة الفرنسية وستعطينا طبعا كل التفاصيل عن هذا العمل إضافة إلى مشاركتك الخاصة وبالفرنسية كذلك وسنتحدث عن أعمال أخرى باللغة الفرنسية ياريت نفتتح بهذا الجديد بهذا العمل شكرا حقيقة هو العمل اسمه لوسيول من نصوص الكاتب الكبير باتريك شاموازو هو فرنسي من أصل مارتينيك الحقيقة المخرجة لما تعرفت علي لقتني عن طريق الإنترنت ما بعرف كيف فبعثت لي إيميل وأنا دايما بيجيني إيميلات عروض شغل بس أحيانا بتكون ما أنا حقيقية بل حقا تقابلنا وحبينا بعض كتير ولما حكت لي عن مشروع الحقيقة كأنه هدية إجتني من السماء لأنه بيحكي باتريك شاموازو الأفكار اللي أنا بأمن فيها اللي هي العولمة اللي هي الإنسانية كسر الحواجز كسر الحدود كسر الخلافات بين البشر فالنص كتير 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 حلو والحقيقة أستريد المخرجة هي عملت أدابتاسيون وعملت اختارة مقاطع من كتابين أقلمت النص من أجل العرض أستريد أستريد بيها عملت منتاج كتاب الأول اسمه الأخوة المهاجرين والتاني اسمه جعل البلاد والنصين هو كتير صعب ترجمته للعربي للعربي مضبوط لأنه النص كتير شعري كأنه تأتيس بلد أو قيامة بلد على أسس مثلا فيها من العدالي والإنساني تماما النص الثاني هو شعري أكثر والأول شعري يومين فلسفي فبالنسبة إلي كان كتير صعب بالنص بالفرنسي أنا بحكي فرنسي باللغة العادية اليومين ما حكيها بس أني أشتغل نص في هي اللغة العالية الشعرية كان تحدي بالنسبة إلي وكنت خايفة الحقيقة كتير فقلت لها أنت متأكدة أنه بالدكيان عملت لي اختبار شوي على اللغة قلت لي اي 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 رح تقدري تعامليها فبالشنا نشتغل على النص والعرض إن شاء الله بواحد جوا لانوي بلانش عنا عرضين يعني مرتين رح نقدم واحد وليلة اتنين نص الليل أول عرض ساعة تسعة وربع بنرتاح ساعة ونص بعدين بنرجع بنعمل عرض نفس الليلة نفس الليلة نقلة النهار طب زينة حلاء غير إنه النص كأفكار أفكار بتأمني فيها بس لامسك بمكان معين لامس مسيرتك لأنه أنت كمان حدا ترك بلده مضطر وعاش بأكتر من بلد وصولا إلى باريس يعني وين كانت هاي الملامسة هو كأنه بيحكي عني الحقيقة بيحكي عن كل المهاجرين هو لامسني كمان بشكل شخصي بنرجم وبس الكل إنه هو بيحكي عن عن جد لما قريت الناس كأنه عم بيحكي أنا عم بيقول هذا الحقيقة أنه لازم أوروبا وأمريكا وكند دول العالم الأول تفتح بوابة للبشر تفتح بوابة تستقبل المهاجرين وهو بيقول ما في شي اسمه لاجئ لاجئة يعني هو ضد هاي الكلمة هو بيقول أنه هاي البلاد هي ملكنا كلنا نفس هك بيقول اي كتير النص قوي يعني أنا بيدعو الجميع أن يجوا يحضروا العرض خاصة المهاجرين والفرنسيين لحتى هو حالة دعوة للوعي بمعنى الإنسان الإنسانية فأنا بحس أنا بلامسني بشكل شخصي لأنه أنا بقامن بهذا الشي أنه أنا ما عندي ما عندي فكرة أنه أنا سورية وأنت التونسي وأنت فرنسي وأنت إيطة من زمان حتى قبل الثورة السورية يعني أنا بقامن أنه إحنا بشر كل الكرة الأرضية ملكنا وعننا الحرية نتنقل وين ما بدنا ونكسر الحدود فالنص بلامسني بشكل شخصي وبيحكي كمان على فكرة أنه شو احتياجات الإنسان نحنا شو منحتاج الحب نحتاج كلاتنا بحاجة للحب بحاجة لناكل نشرب لنحلم لنجيب أولاد لنعيش بالسلام بس زينة حلاقي يعني هذا هذه المثل هذه الأيدولوجيات اللي كان كمان جيل قبل منا يحلم فيها وفي منهم ما تكفو فهل هو يعني يبقى نص مسرحي نص فيه من الشعرية الرومانسية رومانسية كمان والحقيقة أنه هلأ وضع اللاجئين وحتى المنفيين كتير فيه أصعب من الأول وكتير فيه تشدد حتى من قبل أوروبا باستقبالهم يعني فيه فيه واقع مختلف تماما تماما أنا مشان هيك بشوف هاي الأعمال هي كتير بوقتها صحي نحن فينا نقول أفلاطونية يعني نحن عم ندعو لأفكار بس هاي هي الحقيقة يعني الفن دور الفن أنه يواعي الناس على الحقيقة نحن مشان نلامس ضمير الإنسان قلب الإنسان لازم نستخدم الفن وأنا بشوف دور المسرح والفن بشكل عام كتير مهم لحتى نوصل هاي الرسالة أنه يا بشر نحن بشر نحن مثل بعض نحن مثل بعض نحن نعنى عيون وأنف وتم تماما وهذا الدليل أنه أكبر دليل أنه أنا ممثلة الوحيدة العربية ممثلة العربية للمهاجراء أو الأجنبية مع الجروب كلهم فرنسيين أو من أصول هنا من أصول من المارتينيك وقالا من الجزر المحتلة وقالا فرنسيين هنا فرنسيين فما كان في فرق بيناتنا لما اجتمعنا أكيد الفنانين على فكرة ما عندهم هيدا طب ليش ما نعمم التجربة الفنية على كل البشر يعني هيدا اللي بدي أقوله طب الموسيقى دورة بهالعمل خلينا نحكي يعني نحن نحكي تمثيل ولكن الموسيقى جدا حاضرة في هذا العمل تماما هي عندها دور رئيسي للموسيقى لأنه في نصوص من الكتاب التاني جعل البلاد في أغبيي هي الشعرية فالمخرجة اختارت أنه تكون هي مغنات يغني ونحن رح نغني طبعا أنا صوتي سيئة جدا بس بس أستاذة مسرح يعني كمان رح نغني ونغني ويمكن نكون في لسا مع منا هلأ نحن بتطور الميزانسين يكون في حركة بس ما أنه هو ما أنه عرض مسرحي درامي في شخصيات نحن تبنى الشخصية هو نص ونحن رح نتبنى النص ونقول النص بطريقة شعرية وغنائية دي سيول هيدا العمل بالفرنسي ولكن ترجمتها باللغة العربية هي يرقات أو اليرعات وهو يعني في حتى كمان كيف حسيت أنه مثل من الظلام كيف ممكن موصل للنور تماما هذا هو هو حالة توعي هو هيك كأنه أحد عم يضوي ضو برأس العالم أنه شوفه يعني هو النص يدعو لأنه شوفوه لهدون الناس الجايين لهدون المهاجرين أحكوا معهم تواصلوا معهم ابنوا جسور معهم لأنه نحن كلتنا ولاد حضارات من وين ما يجينا نحن عنا حضارة ففتحوا لأنه هذا غنى لأنه هو بيقول النص هيك هذا الزيادة لثقافتنا هو زيادة للغنى والحقيقة أنا بشوف أنه فرنسا هي تجربة كتير مهمة لأنه بفرنسا في ثقافات متعددة وتزاوجت هذه الثقافات وأنتجت ثقافة جديدة غنية جدا فأنا بشوف أنه كتير مهم نعرض هيك أعمال بفرنسا خصوصا باريس يعني يديش فيه هذا التنوع يعني كل العالم مجتمع بباريس يعني بتزوري كل العالم بمدينة بالمترو مثلا ما بتسمع فرنسي كتير بتسمع عدة لهجات وعدة لغات فأنا بشوف أنه الناس كلها بتتدايق بالمترو نفس الشي بتشوب بالمترو نفس الشي بتعصب لأنه تأخر المترو يعني كلها تمن نفس الشي بس ليش لما منيجي للوراء الرسمية والسياسة منقول أنت أجنبي وأنا عربي وأنت ما بعرف شوي وأنت لونك هيك وأنا لون هيك ومنقعد طيب في حاتسي صغيرة أنا حابة أحكي عنه أنا شخصيا عشت لما رحت على أمريكا بعد جهد جهيد أخذ ويزا بصعوبة زور أهلي فبالطيارة جيت فكرة أنه نحن بالطيارة كل ياتنا حاسين بالخوف نحن كل ياتنا بس بدنا نوصل كل ياتنا جعانين كل ياتنا بدنا عنا احتياجات نفوت على التواليت بس أنه لما منوصل على أمريكا على الأرض بصير أنت سوري أنت أجنبي فوت أنت بتفوت من هنا وبصير هون في تحقيق هون ما في تحقيق فكتير غريبة الفكرة هي من غريبة هي هي الحقيقة أنا اللي أفكر فيه أنه اللي بيفرق مثلا بين حامل جواز البلد ومتجنس ببلد معين ونفس الشخص من نفس بلده بس ما معه هاي الورقة يعامل هذا غير غير معاملة الآخر هو فرق بس أنه ورقة ورقة فقط يعني يمكن العمل اللي عم نحكي عنه زينة هيدا رح يدفعنا أيضا للحديث معك عن شق الإنساني المتعلق بهذا الموضوع بمعنى أنك ملتزمة حتى مع مؤسسات هنا في فرنسا بتشتغلي على قضية المنفى على قضية مساعدة الفنانين اللي يريدون المجيء يعني بعرف أنه لديك أكثر من نشاط يتعلق بهذا الموضوع منهم حتى مشاركتك فنيا في كان مهرجان فيزيون ديكزيل شاركتي في دور في مسلسل بمعنى 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 لشو يعني أنا هنا حصلت حالة الوعي أنه أنا أكثر فكرة الحدود وبالتالي صار عندي مشروعي مشروعي كفناني بالحياة كل شي عم بعمله حتى لما بدرس مسرح هلا عم بنورشات مسرح بالعربي بفرنسا كل مشاريع حتى عم بكتب مسرحية شخصية للي كتابي إخراج تمثيل اسمه ظل الخوف كل شي يفكر فيه هو عن هذا الموضوع عن عن المنفى شو ما معنى المنفى أنا ما بحس حالا أني غريبة بفرنسا بسراحة أنا بحس أنه هي بلدي ليش لأنه الوطن بالنسبة إلي هو المكان اللي بيعطيني الاستقرار بيعطيني الأمان بيعطيني الحرية بيعطيني حق العيش حق التعبير هذا الوطن بالنسبة إلي مو الوطن بالنسبة إلي هو مكان الولادي أو الأوراق أو الجنسية بس بتحني وبتقولي أنا لماذا بلدي ليس هكذا بتمنى يكون بلدي هيك هذا حلمي أن يكون بلدي هيك بس أكيد في حنية بس أنا عاشت أنا شخصيا عاشت بعدة بلدان ما عاشت بس بسوريا أنا عاشت بإيطاليا سبع سنين مثلا عاشت بتونس ست سنين أو أكتر عاشت بدبي عاشت بالقاهرة أنا شخصيا نواحي وين ألبك مال أكتر يعني لا ما في قصة قلب أنا بنت العالم أنا عالمية أنا هيك بحس يعني بحس بالحنين لتونس بحس بالحنين لروما بحس الحنين لفرنسا يعني أنت من النور يتأقلم بسرعة بسرعة مع المكان ما كتير بعيش دور الضحية ما كتير بعيش بالنوستالجي أكيد في ذكريات طفولة أكيد في ذكريات الشباب أهلي بيتنا بس إذا يمكن حماية لإلي يمكن إما أكتئب مش هي وسيل الدفاع صحية إيجابية يعني هو المطار اللي بيحرك حياتي والمسرح حقيقة هو الفن هو أنقذني من حالي لأنه أنا إذا بدي عيش بالنوستالجي كل الوقت وشو صار ويا الله بيتنا ويا الله أهلي يعني أنا مرة عاشت سنين ما شفت أهلي بسبب الأوراق أهلي بأمريكا أختي بلندن أخي بأمريكا بولاية تانية فأنا إذا بضل عم بعيش بالنوستالجي وضارد الحزن فبموت توقفي أدى لنفسك وللي حوالي وللي حوالي فأنا بشوفها أنه هي موتار هي موتار لأنه نعيش وبما أنه عم بتحكي عن العيش خلاني أسمع موسيقى موسيقى راني ما نادم على الهيام مهما تكون بعيدة علي راني ما نادم على الهيام هضروا أنا فيكو في آها إياه آها إياه لازم الشرح يضرع بالدواء آها إياه آها إياه صارت تكون شبيرة يا الحبيبة أولا إليه دي الله موسيقى 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 جاني بالشرب الخفية وقال لي على ليبيا وقال لي انتانيا غير راها مصرانيا لازم الجرح يضرع بالدواء صار تكون جميلة يا الحبيبة او لا الى الله نحن 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 ن المترجم للقناة موسيقى 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 بس كنت عم أنا أسمعت حكيت مني أحبا تأد لأنه حفظته عن ظهري قلب بس ما الكتاب الفكرة إليك الإخراج إليك ولكن مين كان الفكرة هي إلي كتاب عبد المجيد حذر كاتب فلسطيني سوري صديق عزيز جدا طبعا هو فكرته وفكرتي لأنه أنا حبيت أقول ليش أنا بفرنسا نحكي مع الجمهور الفرنسي أول ما أجيت بال2018 أنه أنا ليش بفرنسا نحنا منا جايين نشحد منا جايين نكون تقال عليكم نحنا جايين نشتغل نحنا جايين نتشارك نحنا جايين نعمل حياة لأنه نحنا تطرينا نطلع من بلادنا فأنا حكيت بهذه المسرحية عن ليش أنا طلعت من سوريا يعني كنت جيت فخصي وشبرت أني أطلع من بلدي ما نو خيار فقدمت بالفرنسي وكان كتير صعب لأنه ما كنت بحكي ولا كلمة فرنسي وكتير صعب التمسي لا لا أفكرة هذا لسيول لحالك كبير لحالك كبير لحالك كنت عمت الإخراج والتمثيل بس الإحساس كيف بيفرق لما بتمثلي بلغة غير لغتك كيف جهد مضاعف عليك يعني لت أربع خمس أضعاف الممثل اللي بيشتغل بلغته الأم صحيح لأنه بتصيري بدك تركزي على اللغة إنه تكون نعم تنطقية صحوي فهما كمان غير بدك تكوني هيك وتعبري وتتبني الكلام وتحسي وخالصا أنا بحكي عن تجربة شخصية يعني أنا بحكي وفرنسا كمان حاضرة أيضا أكيد يعني فيها حاليا أنا بتقدمي دروس مسرح طبعا كنتي بمعهد العالم العربي قدمت المسرح لمن يرغبون بتعلم اللغة العربية وتعلم اللغة العربية عن طريق المسرح هي المرة الأولى التي تقام بمعهد العالم العربي والآن في تجربة مع جمعية تونسية أيضا لو ميداتيراني إذا ممكن تخبرينها شوي حياتي جاءت فكرة تدروس اللغة العربية لأنه أنا تعلمت الفرنسي عن طريق المسرح فأنا قلت لحالي بالنسبة للمعهد العالم العربي أنه ليش نحن ما منساعد الطلاب الفرنسيين اللي عم يدرسوا اللغة العربية أنه يمارسوا اللغة العربية عن طريق المسرح فكانت مجدية جدا وكتير كانوا فرحانين لأنه المسرح بيعاون أنك تعمل ديالوج تعمل حوار باللغة العربية تجربة يحكوا مع بعض وكان تجربة حلوة لأنه من عدة جنسيات يعني صحني فرنسيين بس مثلا من أصول جزائرية أو تونسية أو مغربية أو لبنانيين خلقانين هون ما بيحكوا اللغة الأم وعم يتعلموا أو فرنسيين فرنسيين عم يتعلموا اللغة العربية فكان فيه هيك جمعة كتير حلوة بناتهم وتعلموا ليش ما استمرت إذا كانت هيك ناشحة لا هي مستمرت بس نحنا دائما عنا مشاكل لوجستية تبعاها إثقاعات الوقت بس هي مستمرة إن شاء الله وكيف بيكون باللهجة المحكية هذا السؤال كتير حلول لأنه كل واحد جاء اللهجته ممكن التاني ما يفهم عليه تماما هاي التحدي اللي واجهني الحياة لأنه نحنا أي شخص بيتعلم اللغة العربية في صعوب إنه شو بدي يتعلم فصحة أي لهجة فصحة وقال له لهجة وداما بيقولوا لي نحنا عم تعلم فصحة بس لما بنحكي ما بنعرف ما حدا بيفهم علينا أو بيتضحك أو بيتحكوا علينا ما حدا حيفهم غيرنا نحنا كالبنانيين وسوريين يعني هي زحمة فكانت هات تحدي فأنا شو اخترت اللي بدي يحكي باللغة الفصحة أحكي معه بالفصحة واللي بدي يتعلم لهجة أحكي باللهجة بما أني بحكي أكتر من لهجة الحمد لله تحكي تونسي كمان تونسي أنا بفهم كل اللهجات يعني بيعني مسلت بكل اللهجات فخلينا بتونس كمان هالتجربة الحلوة الغنيلة إنه كمان عملتي مسرح بتونس وشاركتي مع مخرجين تونسيين بأفلام يعني ما ننسى كمان إنه السينما حاضرة أيضا بأكتر من عمل فهذه التجربة بتعودي إلى تونس عم بتقدمي شيء لا تونس طلعت من تونس 2017 مع الدرجات مع الدرجات لأنه كمان يعني كمان صعوبة الوراق والفيزا بس أنا بتمنى أرجع أشتغل بتونس أكيد يعني يكون في أعمال مشتركة فلأنه ما بدل راحة تونس صار في تعاون مع فنانين توانسي هون مع أميرة الشبلي الفنانة الكبيرة أميرة الشبلي ومجد مستورة هن ممثلين معروفين بتونس وعيشين بباريس فعملنا جمعية اسمان لوندي تغاني بنعمل فيها دروس مسرح باللغة العربية ده الجالية العربية اللي عايشة بفرنسا لأنه أنا بشوف أنه حرام ما يعملوا يمارسوا له المسرح بلغتهم أنه ليش نحنا مجبورين دائماً إذا بنا نعمل دروس مسرح بالفرنسي كل شيء بالفرنسي أنه ليش لا أوكي هني بيحكيوا دجاة فرنسية ما نمطرين تعلموا فرنسي فكتير لقيت قبول حقيقة أول ما فتحنا الدروس يجعنا تقريبا 130 طالب ومعظم من تونس أنا بحيي الشعب التونسي لما حبته للمسرح هني معروفين أكبر حال بيحبوا المسرح وعندهم عندهم العادي أنه يعملوا يدو تياتر وأنا حبيت شخصياً أني أجزب السوريين المصريين اللبنانية في عنا طلاب من لبنان أكتر أنا شخصياً لأنه أنا بحكي السوري فيجوا لعندي لبنانيين وتوانسي فعندي عن جد قروب عندي اتنين قروبات واحد تونسي تونسي واحد لبناني تونسي فأنا بشوف الخلطة رائعة أكتر من رائعة إن شاء الله عنا عرض بـ 26 جوان لطلاب المسرح وعرض تاني بـ 6 جوية إن شاء الله للقروب التاني التونسي عم نحضرهم عروض أعداد وإخراجي طبعاً وهنا عم يساعدوا بالكتابة بالنصوص وهنا كمان بكتبوا أنا دفشتهم إنهم يكتبوا فكتير تجربة حلوية الحقيقة كل التجربة بالجمعية رائعة يعني عن جد مع أميرة ومع مجد في كمان كتير جروبات عنا كتير جروبات وعم شوف إنه صاروا عائلة كبيرة عائلة كتير حلوية سيرا عم بحكي التونسي أكتر لا هشتي مخلطة معد أعرف أحكي صلنا عائلة كبيرة خلقنا حالة حلوية خلقنا مجتمع بقلب مجتمع يعني أنا حمار وهنا دور الفن هاي بنرجع على قصة دور الفن هيدا هو أن يجمع وأن يفرق طب ماذا عن تعاوناتك أيضاً مع فرنسيين لا ننسى هذا الموضوع يعني عم نحكي وكنا عن لوسيول ولكن عندنا نأخذ مثال تعاونك مع جوديت ديبول بعمل كمان لديسبرو لديسبرو كمان نرجع لقصة المنفيين أو يعني اللي عندهم هيدا المغادريين أو اللي راحوا ورحلوا لديسبرو ايه المختفون هو العمل حقيقة صل له 3-4 سنين عم نشتغل عليه وعرضناه مرة ومرتين بسبب الكورونا وقفنا بس رجعنا عم نشتغل عليه وإن شاء الله حيصير فيلم سينما إن شاء الله يعني فيه فكرة أنه يتحول السينما لأنه إحنا كتار إحنا 16 ممثل من عدة جنسيات مختلفة وكل واحد بيحكي بلغته بالعرض طبعا فيه سوتي الخاش فيه ترجمة وتجربة كتير تير رائعة لأنه كل واحد اختار بخصوناج شخصية بيحكي عنه مثلا أنا اخترت احكي عن ابن ابن عمتي لقسلة تحت التعذيب فهو مختفي يعتبر فهي كانت فرصة ان يعبر وإحكي حكايته فكل واحد فينا اختار شخصية بيعرفها وحكينا عنها بلغتنا 16 شخص 16 ممثل و16 كل واحد بيحكي بلغته من معاشه من معاشه أو شخص بيعرفه نعم بس بظل الخوف ما راح تحكي عن حدا راح تحكي عنك هالمرة ظل الخوف اخترت هو عمل سلي كمان 3 سنين عمفكر فيه إنه أنا شو بدي أعمل طبعا نحنا منعرف أنه كتير تيرسا عملاقي تمويل لأي عمل مسرحي فأحسن شي إنه نعمل منو درام وإخراجي وتمثيلي وكتابتي وهي أول تجربة بتكون أنا بكتبه وأنا بأخرجه وأنا بمثل كل شي أنا بعمل كل شي راح أعمله بالعربي إن شاء الله ورح إن شاء الله بحكي كمان بالفرنسي والإنجليزي والإيطالي بما أني بعرف اللغات بس عمتقولي دراما يعني إنه هو منو دراما آه منو دراما منو دراما يعني لحالي على خشابة المسرح راح أحكي عن الخوف لأنه نحن كلاتنا منخاف وكيف نقدر نتجاوز الخوف وننتصر على الخوف إنتلاقا من تجربتي أنا وقديش الخوف بيعيقنا بالحياة وقديش الخوف بيشلنا إحيانا نحنا خاصة نحنا يمكن السوريين أنا بعرف عن السوريين نحنا عننا خوف رعب من شي اسمه أوراق رسمية ما بعرف زي بتوافقني الرأي كيش اسمه العلاقة بالدولة بالسلطة فضلت عم بحس بهذا الخوف وأنا بفرنسا وهذا كان غريب يعني أنا بفرنسا لاني وجيني بريد بخاف افتح الرسالة بتخافي أنه في مصيبة جايتك في مصيبة وبعدين طولت كتير لأدركت وأنا بهذا العمر وهالتجربة لأدركت أنه هاي الورقة بفرنسا في عنا حق الخطأ عنا حق نحنا بشر في حقوق للإنسان عندي حق الاعتراض ما في مصيبة أنا بلد محترم بيحترم الإنسان يعني طولت لأدركت هاي الفكرة فمن هون إجت فكرة العمل الحكي عن هذا الشيء لأبسا لما بتدي بتكوني ما بتفهمي اللغة فبتكون مكتوبة بلغة كتير أدبية وفي خوف في تهديد إذا ما بتعمل هيك في مدرش وبعدين أدركت أنه هيك هي اللغة لكل الناس هي أول عنوان أنا اللي لفتني أنه ليس الخوف وظل الخوف ظل الخوف هل ما زلت تعيشين وهي دي الحال ولا خلص أدركت أنه أنت بموقع وفي مكان وفي بلد لن يضعك مجددا في هذا الخوف تماما هو أول ما بديت نحكي عن الفكرة كان الخوف بس قلت لك من ثلاث سنين مع التطور لأنه أخذ وقت لفكر فيه وطوره العمل صار اسمه ظل الخوف لأنه تخلصت تسعين بالمئة من الخوف عظيم يعني لسه من خاف بشكل طبيعي كبشر بس الخوف الخوف من هذا الأشياء اللي مانا حقيقية الوراء الرسمي وهيك خف تسعين بالمئة فصرت عم بقول ظل الخوف يعني لسه الخوف موجود بس أنا انتصرت عليه وهو الدعوة لكمان الوعي شو يعني الخوف وليش منخاف نحنا كبشر منخاف من الموت منخاف من فقدان منخاف ما عاد عنا أكل ما عاد عنا مساري منخاف على حياتنا وخاف من المرض خاف على أولادنا يعني الخوف هو إنساني شيء إنساني صديق حياتك الأبدي وعدو على هذا بس ما يصير مرضي يعني ما يصير نعيش بالخوف ليل مع نهار يعني وصلت لمرحلة أنا كتير حقيقية مع حالي وما عندي معنى أني أحكي هذا الشيء عن خشبة المسرح بكل وضوح يعني هم مثل تيرابية يعني لأيلي علاج نفسي تقومين فيه حتى بالورشات تماما تقول في الورشات المسرحية إذن هذا فيه توقع متى سيعرض العمل إن شاء الله بسبتمبر رح بلش البروفات والعرض بنوفمبر إذن هلأ عندك لوسيول اللي نعود إليه قريبا بعد أسبوع إن شاء الله بواحد جوا في إطار نوي بلانش في العاصمة الفرنسية بعرضين بعرضين زينة حلأ آخر سؤال بثلاثين ثانية فيش عودة إلى الشاشة الصغيرة بعمل درامين كان فرنسي أو غيره حاليا ما في شي بس أنا عندي تجربة صغيرة عملت بمسلسل كوميدي هو كوميدي ننتقد فيه للبريفكتور بدون ما ننتقد رح نعرض قريبا إن شاء الله أنا شخصيا أتمنى أرجع أشوفك بالدراما إن شاء الله إن شاء الله شكرا أهلا وسهلا فيك شكرا شكرا لكم شكرا شكرا لك إلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة